إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس لا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا وقائدنا محمد بن عبد الله والحمد لله حمدا يليق بجلال رافع السماء بالعمل الذي لا والد له ولا ولد والحمد لله ليرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد الرضا أما بعد بداية أشكر الله عز وجل على نعمها التي لا تعد ولا تحصى فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين للقناة على تشجاههم ودعمهم المستمر سواء بالتعليق أو نشر أو مشاركة الفيديوهات أو بالدعم المادي فجزام الله خير الجزاء وفي حلقة ماضية وضحت العديد من النقاط الخاصة بتحريف الكتاب المقدس بعتراف علماء المسيحية أنفسهم والنهاردة هشرح بالتفصيل بعض من تساؤلات المنصرين واللي منها أن فيه آيات قرآنية تؤكد وتثبت أن الإنجيل ليس محرف وأن القرآن الكريم يشهد على صحة الطورة والإنجيل واعتقد أني عند بعض النصارى الرغبة في معرفة الإجابة عن الأسئلة دي وقلهم بالرغم أني عرضت عليكم في حلقة سابقة أراء علماء النصارى ومقدمات الكتاب المقدس وأقوال كتبة الكتاب المقدس اللي بتصرح بكل وضوح أن الكتاب المقدس ليس وحيا من الله وحضراتكم ما جايين تدفعوا عن الكتاب المقدس باستشهادكم بالقرآن الكريم لدرجة أن زكريا بطرس قال أثبت من القرآن أن القرآن بيشهد أن الإنجيل والطورة والزبور وحيا من عند الله نزلهم الله موش زكريا بطرس بس اللي قال كده ده كمان رشيد حمامي قال أن المسلم اللي بيتهم الكتاب المقدس بالتحريف يتهم القرآن بالكذب وأن القرآن ربط آياته بالكتاب المقدس كل مسلم يتهم الكتاب المقدس بالتحريف هو مباشرة يتهم القرآن بالكذب لأن القرآن ربط آياته بالكتاب المقدس فالكتاب المقدس طبعا نحن كمسيحيين نؤمن بأنه غير محرف لكن الذين يتهمون الكتاب المقدس ويحاولوا جاهد بكل ما أوتوا من قوة هم في الحقيقة يتجاهلون وأتكلم عن المسلمين بالتحديد وشيوخ الإسلام يتجاهلون نقطة مهمة أنه أي طعن في الكتاب المقدس سيكون له مفعول عكسي على القرآن وهنا أحب أوضح معلومة رشيد أن اللي ادعى أن التوراة والإنجيل محرفين هم علماء النصارى مش حدي تاني والقرآن جاء علشان يذكركم بالتحريف اللي اكتشفوا علماءكم في القرآن أكد أن فيه تحريف وعلماءكم شرحوا لنا مين حرفوا وإزاي تحرفوا وفين تحرفوا وتحرف ليه وما زال التحدي قائم من المنصرين بأن فيه آيات في القرآن بتثبت أن التوراة والإنجيل مش محرفين طيب إذا أثبتت لك من القرآن بتاعك اللي أنت تؤمن به أنه بيشهد للكتاب المقدس بصحته وبعدم تحريفه فيه آيات بينات كثيرة أنا حطتهم تحت عنوين مختلفة وتحت كل عنوان شوية آيات بينات علشان تثبت أنه الكتاب المقدس التوراة والإنجيل مش محرفين المسلمين بيؤمنوا بالتوراة والإنجيل اللي ربنا أنزلهم على سيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهم السلام ولذلك يتحدى المسلمين أي مسيحي أن يأتي بإنجيل المسيحي وعموماً هبدأ بكلام البابا شنودة لما سأله أحد شباب المسلمين وقال له عايز إثبات أن الإنجيل مش محرص وأن أسباب عدم تحريفه غير مقنعة فرده وقال له بصفة أن صاحب السؤال مسلم أريد أن أجيبه من جهة الفهم الإسلامي هناك آية قرآنية تقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لن تكونوا على حق لن تكونوا على حق لن تكونوا على حق حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فإذا كان الإنجيل محرف فكيف يطلب القرآن من المسلمين أنهم يقيموا التوراة والإنجيل وسبحان الله ومن كترة عودهم على التحريف الأب شنودة بيحرف آية من آيات القرآن علشان تخدم إجابته على السؤال فهنا استبدأ الأهل الكتاب بالذين أمنوا علشان يخضع الحاضرين من النصارى ويقول لهم إذا كان الإنجيل محرف فإزاي يطلب القرآن من المسلمين أنهم يقيموا التوراة والإنجيل وبكده يكون البابا شنودة حرف تحريف واضح وظاهر للجميع آية من القرآن ومش بس كده ده قال لن تكونوا على حق ولغى خالص لستم على شيء ولغى وما أنزل إليكم من ربكم وقال مكانها وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والحاجة اللي احتفظ بها حتى تقيموا التوراة والإنجيل ودي المقصودة لتدعم إجابته والغريبة أن في قناة على اليوتيوب نشرت المقطع ده تحت عنوان رد ناري من البابا شنودة إذا كان الإنجيل محرف فكيف القرآن يطلب من المسلمين أن يقيموا التوراة والإنجيل وأعتقد أن الرد الناري ده تحرق خرص وتعالوا نشوف رشيد حمامي وهو بيصحح للبابا شنودة تحريفه للآية قل يا أهل الكتاب لاتنين يعني يهود ومسيحيين لستم على شيء أنه مع النجومش حاجة حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وتفسير الآية السابقة يقول تعالى قل يا محمد يا أهل الكتاب لستم على شيء أي من الدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا بما فيها ومما فيها الإيمان بمحمد والأمر باتباعه صلى الله عليه وسلم والإيمان بمبعثه والاقتداء بشريعته وما أنزل إليكم من ربكم يعني القرآن العظيم فإنه لم ينزل بعد التوراة والإنجيل غيره فالله يأمر أهل الكتاب أن يكونوا مسلمين يؤمنون بالكتب كلها وفي ذلك يقول الله عز وجل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم والآية اللي بعد كده اللي بيستدل بيها النصارى على إن القرآن بيشهد للإنجيل والتوراة هي إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يبقى نزل التوراة الذين أسلموا للذين هادوا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أربنا سبحانه وتعالى استحفظ الربانيين واليهود والأحبار على التوراة فالناس دي ما سمعوش كلام ربنا فرحوا يحرفوها فبيقول الله مخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم توا من قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم ياتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم توتوه فاحذروا في سورة النساء آية 46 يقول الله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين والذين هادوا معناها اليهود يبقى فيه ناس من اليهود اللي كان معهم التوراة واستحفزوا عليها حرفوها وحرفوا الكلمة من بعد مواضعه وفي التفسير الميسر يبدلون كلام الله من بعد ما عقلوا وهو التحريف اللفظي كتب فخر دين الرازي في تفسير الآية بقوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه إشارة إلى أن أهل الكتاب يذكرون التأويلات الفاسدة للنصوص التي عندهم وليس فيه بيان أنهم يخرجون اللفظ من الكتاب أما في الآية الثانية في قوله تعالى من بعد مواضعه فهي دالة على أنهم جمعوا بين الأمرين فكانوا يذكرون التأويلات الفاسدة وكانوا يخرجون اللفظ من الكتاب وهذا ما يعرف إصطلاحا بين الباحثين الآن بنوعي التحريف التحريف اللفظي أي إخراج وإدخال الكلمات من وإلى النص والتحريف المعنوي أي تأويل وتفسير النصوص على غير معناها الصحيح فهذه شهادة القرآن الكريم في وقوع الأمرين في كتب اليهود والنصارى والآية الأخرى اللي بيعرضها زكريا بوتروس هي وقفينا على آثارهم اللي هم الأنبياء يعني بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور يبقى الإنجيل برضو أعطاه ربنا وهنا زكريا بوتروس مش عارف يقرأ الكرآن وعايز يطلع فيه أخطاء والنطق الصحيح للآية هي وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وهدى وموعظة للمتقين إذن الإنجيل المقصود بيه في الآية دي هو اللي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على سيدنا عيس عليه السلام مش الإنجيل اللي في إيد المسيحيين حاليا وإنتم كمسيحيين بتؤمنوا أني كتبت الأنجيل هم أربعة هم متى ومرقص ولوقة ويحنى وكتبوا الأنجيل بإلهام من الروح القدس بالرغم من أن علماء النصارى بيقروا أني كتبت الأنجيل مجهولين وكتاب العهد الجديد نازرة أرزكسية بيأكد أني اللي كتبوا الكتاب المقدس كتاب مجهولين حيث يقول الكاتب في صفحة 22 وفي الأغلب ألفها كتاب مجهولون عاشوا في ظروف تاريخية معينة وعالجوا أمورا مهمة بالنسبة إلى جماعاتهم الدينية إذن الآية اللي بيستشهد بها زكريا بطرس ملهاش علاقة أساسا بالكتاب المقدس اللي بيؤمن بيه حاليا وكمان بيدعي المنصر وحيد أن المفسرين ده يخوا بسبب آية موجودة في القرآن خاصة بالتوراة شوف معي في المائدة 43 يقول له وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وهنا طبعا فيها حكم الله ده وخة المفسرين قال لك إزاي تكون محرفة وإزاي القرآن بيقول فيها حكم الله في هذا التوقيت عصر محمد حيد يمرس التدليس كعادته ويحاول إيهام مشاهديه بأن الآية ده وخة المفسرين ويعين المفسرين قالوا إزاي التوراة محرفة وإزاي فيها حكم الله وللرد على وحيد تعالوا نشوف التفسير الميسر اللي بيقول إن صانيها أولئك اليهود عجيب فهم يحتكمون إليك أيها الرسول وهم لا يؤمنون بك ولا بكتابك مع إن التوراة التي يؤمنون بها عندهم فيها حكم الله ثم يتولون من بعد حكمه إذا لم يردهم فجمعوا بين الكفر بشريعتهم والإعراض عن حكمك وليس أولئك المتصفون بتلك الصفات بالمؤمنين بالله وبك وبما تحكم به والآية دي نزلت في اليهود اللي راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة علشان يحكم في رجل وامرأة هو وقع في الزنا فربنا سبحانه وتعالى أنزل الآية دي اللي بتبين إن حكم الزنا موجود عندهم في التوراة ومتغيرش من ضمن اللي تبدل وتغير في التوراة والحكم ده موجود في 022-24 إذا وجد رجل متجع مع امرأة زوجتي بعلم يقتل الاثنان الرجل المتجع مع المرأة والمرأة فتنزع الشر من إسرائيل إذا كانت فتاة عذراء مخصوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واتجع معها فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتان الفتاة من أجل أنها لم تسرق في المدينة والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه فتنزع الشر من وسطه فالطوراة اللي بيذكرها الكرآن يقصد بها الطوراة التي أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام مش الطوراة الموجودة حاليا والتي تحرفت عبر العصور كما أقر علماء المسيحي لأن فيها نصوص كتيرة أضيفة ولم يكتبها سيدنا موسى حيث يقول الله سبحانه وتعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا فالطوراة الموجودة حاليا طالها التحريف وده اللي بيأكده الكتاب المقدس من خلال بعض النصوص اللي بتدل إن كاتب الطوراة ليس سيدنا موسى فقد ورد في سفر التسنية إصحاح 34 العدد من 5 ل7 فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب ودفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة حينما ولم تكل عينه ولا ذهبت نظارته فالشخص اللي كتب الكلام ده كتبه بعد وفاة سيدنا موسى بفترة طويلة فإحنا بنسألكم مين الشخص اللي كتب الكلام ده اللي انتوا نسبتول لسيدنا موسى وإزاي تقولوا بعد كده إن الطوراة من عند الله وفيه نص تاني بيأكد عدم كتابة سيدنا موسى للطوراة واللي جه في سفر العدد إصحاح 12 عدد 3 وأما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض والنص ده بيأكد إن سيدنا موسى مش هو اللي كتب الطوراة فلا يمكن إن سيدنا موسى يكون هو اللي كتب الكلام ده ويقول على نفسه أما الرجل موسى علشان كده ما ينفعش يا منصرين تقولوا إن القرآن بيشهد للكتاب المقدس الموجود حاليا وإن كتاب من عند الله سبحانه وتعالى فالقرآن بيتكلم عن إنجيل وطوراة ككتب أنزلت من عند الله سبحانه وتعالى واللي بيوضح الحقيقة دي أكتر كتاب الأناجيل الإزائية للمؤلف الخوري بوليس الفغالي صفحة 413 و414 حيث يقول يميز المسلمون بوضوح بين كتاب يسمونه إنجيل عيسى والأناجيل الأربع المتداولة في الأوساط المسيحية فهم يؤكدون بالإجماع أن هذا الإنجيل قد نزل على عيسى من عند الله فهو كتاب الوحي الإلهي إذ لا بد لكل مرسل أو نبي من كتاب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه أؤكدون أيضا أن إنجيل عيسى المذكور في القرآن وهو الأصل الإلهي قد دع وفقد أما الأناجيل المعتمدة من قبل المسيحيين فليس للإنجيل الذي يستشهد به القرآن فهم يطالبون دائما وتكرارا بإنجيل عيسى ولا يصح بنظرهم الاعتقاد بأي كتاب من العهدين القديم والجديد على إنه كتاب من عند الله أو إنه يحوي الوحي الإلهي وبالرغم من كده هتلاقي المنصرين يقولولك إذا كنت بتؤمن إن ده مش إنجيل المسيح فمش هنصدقك إلا لما تجيب لنا إنجيل السيد المسيح الحقيقي زي بالضبط لما حضرتك تديني رسالة وأنا قطع رسالتي وأكتب رسالة تانية من عندي وإنت لو قلت إن الرسالة دي مش رسالتي هطلبك إنك تجيب لي الرسالة الأصلية بتاعتك ولا ما يكونش من حقك تعترض وتقول الرسالة دي مش رسالتي طيب إزاي يكون إنجيل السيد المسيح وفيه شخص ما شفش المسيح إلا في الرؤية ويقول احضري لي الرداء الذي نسيته الرداء الذي طركته في طرواص عند كاربوس أحضره متى جئت والكتب أيضا ولا سيام الرقوق وسلموا لي على بريكسيل سلموا على بريسكيلة وأكيلة العاملين معي في المسيح يسوع وكمان بيقول هذا ليس رأي الرب ولكنه رأي أنا وأما العذارة فليس عندي أمر من الرب فيهن ولكنني أعطي رأيا كمن رحمه الرب أن يكون أمينا ده معناه أنه بيعترف أن ده مش كلام الرب ولكن كلامه الشخصي معنى كده أن الكتاب ده كتاب للقراء الشخصية مش كلام الله اللي ربنا أنزله فالمسيح عليه السلام كان بين يديه إنجيل وذلك باعتراف الكتاب المقدس حيث جاء في إنجيل متى إصحاح 26 عدد 13 الحق أقول لكم حيث ما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها كين هو إنجيل السيد المسيح اللي قال من يبشر بهذا الإنجيل؟ كمان بولي سأل في رسالته لأهل روميا لسحاح الأول عدد 9 فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم تقرار من الكتاب المقدس أن المسيح عليه السلام أنزل عليه إنجيل والقرآن كمان بيقرب أن المسيح عليه السلام كان معه إنجيل والدليل قوي تعالى إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل قل بيؤمن النصارى بأن العهد الجديد اللي بين أيديهم واللي بيسموه الإنجيل هو اللي ربنا أنزله على سيدنا عيسى عليه السلام بالتأكيد من إيمانهم غير كده تماما وده بيوضح القصة فهيم عزيز الأستاذ بكلية اللهوت في كتابه المدخل إلى العهد الجديد في صفحة 76 بيقول نمو العهد الجديد يسوع والعهد الجديد لا يختلف إثنان في أن يسوع المسيح هو المركز الأساسي للعهد الجديد فحوله تدور كل الكتابات من أناجيل وتاريخ ورسائل وكتب أخرى ومع ذلك يجب أن نقرر أن يسوع نفسه لم يترك شيئا مكتوبا ولم يعصر إنسان ما على أي توسيقة أو وسيلة تكشف عن أي كتابات قام بها لقد كان يعلم ويوضع تعاليمه مجموعة من التلاميذ أهلهم بكافة الطرق لحمل رسالته إلى العالم اهتم بهم وركز كل مجهوده في تكوينهم وبهذا يتضح أن اهتمام يسوع الأول لم يكن الكتاب ولكن الرسول لم تكن الوثيقة بل الإنسان هذا الأمر يختلف عما يقوله الإسلام من أن الإنجيل نزل على يسوع أو عيسى بلغة القرآن فالمسؤول الأول عن كتابة هذا الكتاب الذي نسميه العهد الجديد ليس يسوع بل المسحيين سواء من الجيل الأول أو من الجيل الثاني من التلاميذ وهذا الكتاب ليس كتابا أزليا كان محفوظ في اللوح المحفوظ ولكن كتاب نشأ في وسط الكنيسة وبواسطتها ومن أجلها نعم إنه كتاب هايمن الروح القدس على كل ما كتب فيه ولكنه في نفس الوقت كتب بواسطة إناسة لله الذين شاهدوا وشاهدوا للمسيح يبقى ما ينفعش تيجو تقوله إن القرآن بيشهد الكتاب اللي بين أيدينا ده إنه كتاب من عند الله فالقرآن بيتكلم عن إنجيل وطورات ربنا اللي أنزلهم وبكده اتضح بما لا يدع مجالا للشك إن القرآن لا يشهد الكتاب المقدس الموجود بين يدي النصارى حالين وإنما يشهد عليه بالتحريف والدليل موجود فيه كتاب الأناجيل الإزائية للمؤلف الخري بولس الفاغالي صفحة 412 وش الحيث يقول يقابل هذا الموقف الإيجابي موقف آخر سلبي إذ أننا نقع على آيات عديدة بيهاجم فيها أهل الكتاب فيقول يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين هناك آيات يوبخ فيها اليهود والنصارى لأنهم حرفوا وزوروا كتبهم المقدسة ملبسين الحقيقة سو بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون كما إنه يتهمهم بتحريف ألفاظ كلمات الكتاب ليهنوا للناس أن ما يقولون موجود حقيقة وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون خلاصة القول أن القرآن أقرب تحريف اليهود والنصارى للطورة والإنجيل وأن كل ما نجده في الطورة والإنجيل وجاء متفقا مع القرآن فهو حق وكل ما خالف الكرآن فهو باطل ويكون المرجح نأذ هو الكرآن الذي جاء مهيمنا على الكتب السابقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته